معقد المجمع المقدس التابع لبطرياركية الروم الأرثوذكس في القدس جلسة استثنائية برئاسة غبطة البطريارك كيريوس كيريوس لأفلس الثالث تم خلالها مناقشة عدة قضايا تخص شؤون البطرياركية وكنائسها وأحوال الرعاية في المنطقة ووافق غبطته على تنسيب رئيس أساقفة صباستية عطل حنة وكيلاً بطرياركياً لمطرنية عكا ولوائها كما قرر نقل الإرشمندريت سلوانوس حنونة من الأردن وتعينه في كنيسة القديس جوارجوس بعكا معاوناً لرئيس الأساقفة في المنطقة ونقل الإرشمندريت أرتيموس من حيفا وتعينه في كنيسة البشارة في الناصرة معاوناً لمتروبوليت الناصرة ونقل الأب أشيح الداد من الأردن ليكون كاهناً مناوباً في كنيسة دير التجلي في مدينة رام الله ونقل الأب لوقا بوش من الأردن وتعينه كاهناً مناوباً في كنيسة القديس جوارجوس في الزبابد